حتى يتبين لهم أنه الحق لا أحب أنا لدي حديث هنا حديث والله عجيب جدا موجود في السلسلة الصحيحة للألباني يقول عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل دعونا نأخذ هذا الحديث خطوة خطوة حتى يظهر الفحش والبخل طيب يعني كيف يظهر الفحش والبخل الأعمال الفاحشة والبذيئة أيها الأحبة كان العربي الأصيل في زمن الجاهلية يرفضها يعني الحرة كان من المعيب من الكبائر كان في زمن الجاهلية أن تأكل بثدييها كما كانوا يعبرون من المعيب على إنسان حر أن تمارس الفاحشة اليوم أصبح الفاحشة الأسف تمارسه بكثرة لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش تجد الفحش من القول أيضا ليس من السلوك الفاحشة بمعنى الزينة يعني الفحش من القول اذهبوا إلى شبكة الإنترنت وانظروا كم نزل مستوى البشر وكم هبط مستوى الألفاظ لدى كثير من البشر الشتائم الألفاظ البذيئة الألفاظ نابية ألفاظ لا تليق تجد حتى بالنساء وشباب وبنات يعني شيء وبخاصة هذه المقاطع التي نجدها بكثرة منتشرة بين الشباب طيب هذه الظاهرة لم تكن موجودة زمان النبي عليه الصلاة والسلام حتى في زمن الجاهلية كان الإنسان مسؤول عن كلمته كان الإنسان إذا تكلم بكلمة كان هناك كرم كرم أخلاق والنبي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إذن مكارم الأخلاق موجودة أصلا الفحش تم يكون موجودا البخل كان السمة السيئة جدا ونادرة لوجود في العرب أيها الأحبة على فكرة هل تعلمون هذه المعلومة كان من المعيب إذا دخل عليك ضيف أن لا تذبح له ذبيحة من المعيب أمام العرب يمكن أن تبقى وصمة عار في جبينك حتى تموت وبعد أن تموت أنك لم تكرم هذا الضيف لذلك كانوا يتفاخرون بالكرم النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كيف يتنبأ بظهور البخل اليوم سأعطيكم دليل مادة ملموس من اليوم من من يكرم ضيفه كم النسبة طبعا موجود الكريم موجود والكرم موجود ولكن كم النسبة قليلة جدا الذي يغيث الملهوف يعني كان العرب مشهورون بإغاثة الملهوف إغاثة الملهوف يعني عندما يصرخ رجل ويستغيث بفلان كان يغيثه حتى لو تعرض للقتل لو دفع حياته ثمنا لذلك طب اليوم هذا الكلام غير موجود شمه اختفى غير موجود لذلك مكارم الأخلاق انخفضت كثيرا في هذا العصر النبي تنبأ بذلك وهو لا يتنبأ على فكرة النبي ينطق بالحق هو ليس لأن التنبؤ فيه احتمال الصح والخطأ لا النبي يتحدث بالحق هو ما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فهذا النبي عليه الصلاة والسلام تنبأ بظهور البخل اليوم البخل وبخاصة عند الأغنية هذه المفارقة غريبة يعني تجد الرجل غني جدا وحريص يقبض على هذه الدنيا وهناك ناس يموتون جوعا ولا يتحرك فيه شيء ونسبة كبيرة للأسف لذلك أيها الأحبة عندما يعطينا هذا النبي تحذيرا يقول لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل إذن هذا إعجاز نبوي وإنذار لنا لنعود إلى الله صلى الله عليه وسلم